أهلا بكم متابعي قناة الملوك يوجد أخطاء يقوم بها مربي طيور الباجي ولا يركز عليها ولكنها تسبب في عدم إنتاج الباجي أو عدم تزاوج الباجي طبعا من هذه الأخطاء هي نتف ريش الجناح أو قص الريش بغرض الترويض أو بغرض بأي غرض آخر أو مثلا أن الطيور ريشها يتساقط إذا كان الريش يتساقط عند الطيور وخاصة الذكور فإن الذكر لا يستطيع التزاوج لأن الذكر يعتمد في التلقيه على الطيران يعني الجناح يثبت الذكر فوق الأنثى فضروري جدا أن يكون الجناح مكتمل لاحظوا هذا الذكر الجناح منتوف طبعا بعض الطيور تتساقط ريش الجناح بسبب ضعف التغذية أو بسبب الوراثة يعني أسباب وراثية فضروري جدا التركيز على هذه النقطة إذا لاحظت أن الطيور عندك لا تتزاوج وخاصة الذكر مثلا يكون خامل ولا يستطيع التزاوج لأن الذكر إذا كان عنده الجناح منتوف أو مقصوص فتلاحظوا أنه خامل ولا يستطيع حتى الاقتراب من الأنثى بسبب الريش لأنه لا يستطيع أن يصعد فوق الأنثى لأن الجناح يعطيه توازن فتلاحظ أن الذكر يهرب من الأنثى بهذا السبب لأنه لا يستطيع أن يصعد فوق الأنثى فتلاحظه يتهرب من الأنثى ويكون الذكر جاهز فضروري التركيز على هذه النقطة المهمة ويوجد الكثير من النقاط المهمة التي تسبب عدم تزاوج الطيور ولكن حبينا أن نذكر هذه النقطة المهمة لأن الكثير سأل عنها إذا كان ريش الباجي مقصوص أو منتوف هل يستطيع الطيران عفوا هل يستطيع التزاوج طبعا لا يستطيع التزاوج لأن الذكر وخاصة الذكر لأن الذكر يعتمد على الطيران وأن ريش الجناح يعطيه التوازن عندما يصعد فوق الأنثى فضروري التركيز على هذه النقطة المهمة